عجبني خبر بتاع توقيع البروتوكول بتاع المتحدة للخدمات الإعلامية أيضا عمل اتنين بروتوكول تعاون واحد مع نقابة الموسيقيين وواحد مع نقابة المهن السينمائية ده على فكرة دي تعامل مع نقابات بعد ما كان فيك الكثير من الحديث في الفترات اللي فاتت عن الاختيارات ويعني حاجات كتير أوي خاصة بالتعامل والبروتوكول وقعه الأستاذ حسن عبدالله رئيس مجلس دارة المتحدة للخدمات مع الفنان هاني شاكر نقيب المعلم الموسيقية وطبعا بحضور الفنانة نادية مصطفى وده للتوسع في اكتشاف الأصوات في كل محافظات مصر والتوسع في إقامة الحفلات يعني احنا النهاردة عايزين بقى نشوف منطلع دجوم جدد وأيضا نأمل حفلات كتير ثم قام بتوقيع بروتوكول تاني مع مصعد فودة نقيب المهن السينمائية علشان يحافظ على الصناعة والحرص على عمل أكبر عدب من العاملين في المجال أنا وأخرج بجودة مميزة للأعمال وده كان المخرج عمر عبدالعزيز والفنان حسين فهمي والمنتج محمد فوزي موجودين في الوافد اللي اتعمل وخدوا بالكم قبل كده برضو كان فيه بروتوكول اقمضى واتعمل مع أشرف زكي فكده النقابات المتخصصة كلها وقعت وحتحصل تحرك في النقابات دي مع كل العاملين فيها علشان الفترة القادمة نرتقي بالفن في مصر الشركة المتحدات تهتم تهتم جدا بهذا التحرك